أقيم في محافظة الكرك المخيم الصيفي لمدارس الأحد بعنوان سلامي أعطيكم وذلك بمشاركة ما يزيد عن 60 طالباً بالإضافة إلى مجموعة من مرشدي مدارس الأحد في الزباب دي فلسطين تضمن برنامج المخيم الذي أقيم في مقر المخيمات الأرثوذكسية بمعين محاضرة لقدس الإرشمندريت سابة ولقاءات روحية من مرشدي مدارس الأحد سلطت الضوء على السلام مع الأهل والأقارب والأصدقاء وشارك الطلاب بالقداس الإلهي وبالترتيلي بالإضافة للعديد من الألعاب الجماعية علاوة على محطات ترفيهية وتعليمية وأنشطة تفاعلية وورشة الإشغال اليزوية التي تعلموا فيها صنع الفسيفساء